فهذه الأرض تكون ميتة جردا فينزل الله عليها الأمطار فتتغير أحوالها وتحيى حياة جديدة تتغير ألوانها وصفاتها وروائحها بقدرة رب العزة والجلال الإيمان باليوم الآخر فنحن نؤمن بأن هناك بعثا فإن الله جل وعلا يبعث الأموات في يوم القيامة وينشرهم ليكونوا أحياء بعد موتتهم السابقة ويكون ذلك يوما جديدا وحياة جديدة هي الدار الآخرة يحاسب العباد فيها على أعمالهم ويجازون بناء عليها فيكون فريق في الجنة وفريق في السعير كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكان المشركون ينكرون البعث ويستبعدونه حتى يأتي الواحد منهم بالرماد وبالرميم من أثر العظام فيقول كيف يحيي الله هذه بعد موتها فأقام الله عليهم الحجد فهذه الأرض تكون ميتة جرداء فينزل الله عليها الأمطار فتتغير أحوالها وتحيى حياة جديدة تتغير ألوانها وصفاتها وروائحها بقدرة رب العزة والجلال ترجمة نانسي قنقر